اروحي اليوم في هذا الفيديو رح نعطلك كيفاش تخدمي هذا الطوبر كايك ولا هذا الديكور البزاف باهي الكيوت اللي رح يعجبكم ويعجب اي واحد تخدميه له باسهل طرق وبحواج يعني بسيطين نعطلكم التفاصيل كيفاش تخدموهم ونعطلكم يعني جميع اللي زاستويس ومنا لكينين والادوات اللي استخدمتهم هذي كانت طالبية خدمتها عيد ميلاد طفل عامو اللول كي ما نقولو كومونداتها ماما ونبدأوا اولا هذي الحواج اللي رح نحتاجهم هي عجين تسكر شريط الواجدة هذي مانتها لكم مهم واللون درت هذا تعفريكتا بني الشوكولاتة ونستخدم المارغارين باش ندمج الالوان معا العجين تسكر شوفوا هذا اللون لبنات بزاف نشوفوه ميس قصي وكيفاش يتحصلوا عليه هوا كي جاي هكا بين الغوز بين معنبالي شكيف يسميه المهم إذا تحتاجوا هذا اللون في الطلابيات تديرو غير شوية من البني يخرج لكم جاي بين الغاز وبين الورانج وبين واحد اللون هكا باهي هنا يزدتي يا لبنات شوية من الملون الأصفر باش ما يعطينيش هذك البني الغامق هذك يجي باشع زيت شوية أصفر وبقيت نضيف البني حتى وصلت لحد الدرجة هكا يعني عجبتني ولكن كانت كما نقولوا فاتح كان اللون فاتح هنا ولي تزدت شوية لكحل كيزت لها لكحل خلاص ولا لبني اللي كنت بغياته إذا ما عندكمش البنات راهوا كيتباع البني يتباع البني واجد زيتو له شوية من اللبيض باش يولي لكم فاتحك شغل خلطوا له شوية عجين تسكر البيضاء مع هذك البني اللي يتباع راهوجي غامق راح يولي لكم هكا وإذا ما وللكمش بهذا اللون زيتو له شوية من الصفر إذا عندكم المهم نبدو فتشكيل ذك راح نبدأ ندير الراس لازم تخدموهم مليح مليح لبنات ضبرو هكا وتخدمو العجينة طرية بش ما يجيوكمش هذو التشققات لازم تخدموها مليح يعني لو كانت تكون العجينة يبسر حديلكم هذو التشققات زيدوا لها شوية زبدة وخدموها مليح بين يديكم وفوالا هكا راح يجيكم هذو نبدأو بالراس لبنات كيماراكم تشوفوا شكلتو هكا كشغل كعبورة هكا ووصطحتها شوية بيدي ما يجيش كعبورة هكا خارجة هنا قمت بأبيض وخلطت لك من البني هنا سوف نلصق غير بالماء العادي لن تكثروا لبنات لكي لا تجيكم سايحة ويسيحوا لكم هذو كل حوائج سوف نخدم هنا جهة الأنف والفم كما شدو هكا شدرت قطعة برك كما راكم تشوفو الشكل تاحا حطيت شوية ماء ودرتها هنا سوف نستخدم سوف ندير كما قلت لكم الفم والأنف هنا راني كشغول نسطح فيها هكا شوي مبغيتش يجيو حوائجو كشغول خارجين هكا ها يجيو عادي هنا استخدمت هاذ الأداة هذي ها هي كي صورتها لكم بش تشوفو كيفاش خدمت بها هذك الفم هاي إذا ما عندكمش تقدرو تستخدرو بكيردون ولا بالموس المهم إذا ما عندكمش أدوات بتاكروا يا البنات لازم الإبتكار هكا نعود لها بش يثبت هذك الشكل درت شوية ماء أخدمت هكا واحد الدائرة صغيرة اللي هي الأنف كي ما كم تشوفو غير تديرو لها المارة هي تلسق ها هيكي ها هي واحدة تبدأ شوية يبين شكلتا هذي كترة صغيرة من الماء وكعبورة صغيرة متكبروها شوية هكا صغيرة برك من الأسود عجينة سكر السوداء كانت عندي نحيت شوية وحطيتها هنا رح نحاول كشول نهبطها شوية ما تجيش خارج العين كأنها مسطحة شوية و هنايا شوية أبيض هكا بش ما يبانش يخوف هكا ديروا لك شول واحد اللمعة هكا وما تديروش العكس لبنات ما تديروش الدائرة الكبيرة هي البيضة والصغيرة هي السوداء حيخرج لكم باشع ما يعجبكمش فوالا هنايا رح ندير هذا كشول درت من الفوق ومن تحتي جي كيما الدبا ديبا ذوك لمشريين خيجي فيه كشول خياطة هكا كشول مخيط هكا هنا رح نختم الوثنين درت هذا الشكل هكا وقسمته على ثنين وديما كيما قلت لكم اللص غير بالمال الوثنين نراهم ساهلين خلاص خلاص ها هيكي اللوثن اللولة ومبعدا نديرو الثانية بنفس الطريقة ومبعد نجيب واحد الادات هكا وندير في الوسط باشتبان الكشول داخلة هكا اللوثن بالنسبة للجسم ثاني جبت هكا قطعة كبيرة شوية ودرتها بهذا الشكل كيما شتوها وهنا يلي الدين ثاني كشول تخدموا بودن كفا نقولو حربوش هكا وتقسموه على ثنين وديرو ترققوه هكا من جيهة واحدة الفوقانية ترققوها باش تجي مسطحها شوية تتحط على الجسم فهمتوني هذي الجيهة نسطحوها هكا باش تتحط على هذك الجسم ديما نستعمل الماء وهذا مكان هذو ماء خدمت اليدين شوفو كفا نحاول نثبتهم مع الجسم بالنسبة للرجل ها ندير كأني رح ندير هارم فهمتوا البناتك شغل الهارم هذا ما كان نعاود الرقدو يعني الجيهة لي كانت من تحت يلي ولات الجيهة المقابلة تع الرجل تكون مسطحة هكا ولسقوه ثاني بالماء ونفس الشي بالنسبة للجيهة الثانية باش نثبت الرأس جبت هنا يا كيردون تع الأسنان وحطيت الرأس ومبعد زدت زدت واحدة اخر لأنو كشغل الراس هبطت هكا شوية ودرت الرأس مائل بشي جيبان هكا شوية كيوت نفس الشي زدت درت في الجسم هذو هذا الخط شوفو كيف عاش خرج يعني ساهل ويجي بزاف باهي كي ما شتو هنا يا جبت هذي الآلة هذي وحليت العجينة السكر خلطت بين البنية وشوية صفرة إذا بغيتو يعني هذا الراح يعطيكم ماذا كليفة ماربر هكا كشول تعلي كشول الخشب بصح أنا مبعدة يعني درت عاود تلونتها بالذهبي وانديرو كشول هذو كتاع السلالي يجيو ما مش كبار بزاف ودرجات هذو كتاع السلم السلم وندير زوج طوال يجيو تاع من نومن كي ما نقولو من نومن وثبتهم بالماء يعني نحط هذي الطويلة وحدة منه وحدة منه واخرين نثبتهم هكا بيناتهم بالماء ما لقيتش لقيت روحي ما صورتش هذيك المرحلة يني بصح سهلة غير ديرو الماء برك وحطو ديرولو شوية ما من مؤومن وحطو شوية برك راني نأكد لكم بالليل ما تديرو شوية برك يا البنات جبت هنا يا طرف من العجينة البيضاء مش نخدم الهلال جبت هذ القطع الدائرية الكبير خلاص وقطع الدائرة ومبد نحيت منها ثاني شوية وتحصلت على شكل هلال وجبت هذي الآلة درت لها هذو كليز عما يكونو في الهلال هكا بش ما يبانش صامت كي ما نقولو وهنا يا جبت عود شوية درت له شوية ما ودخلتو غير هكا بشوية برك بصح دخلوه يعني كي ما نقولو مسافة مليحة هكا هنا يا الحروف هذو هما اللي نقطع بهم الحروف نعتهم لكم من قبل درت الاسم بتاعو وهنا يا بالموس درت هذو السحابات حليت طرف عجينة عجينة السكر وغير هكا خدمت برك بالموس كشغول شكل سحاب والكعبورات هذو كعبورو برك العجينة السكر دبرو هكا يخرجو لكم هذا مكان البنات والنجوم كان عندي طابع تاع النجوم طبعت به النجوم هذا مكان رقم واحد ثاني قدرتو بنفس الطريقة وهكا كانت النتيجة البنات كيما كنت شوفوه هنا استعملت الدوري ناكخي هذك الدوري لو انت به هذوك الدبائر لو انت السلوم وشوية من هذا رقم واحد والنجوم هكا المهم كان الديكور ان شاء الله هتكون عجبتكم في الفيديو الجاي ان شاء الله البنات اللي راهم انت ريسي راني راح نحط لكم الطارت بكل يعني الجينواز الحشو طريقة التغليف كل شي راح نحطه لكم في الفيديو الجاي مطرطيوش الى اللقاء